مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لانا مخذوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر اله واحد ايماني واحد وملوفش تاني حبني ومت علشاني ومش ممكن يموت يمكن في امور بتحير نحتاج التفسير انا حشرح ليك وافصر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر انا انا مش كافر النعمة والسلام مع الجميع حبقنا اللي بيشاهدونا من خلال شبكة قنوات القرمة في كل مكان في العالم برحب بيكم وبحييكم بتحية المسيح تحية المسيح الدائمة واللي دايما هنفضل نعلنها بكل جرأة بكل محبة للجميع تحية المسيح هي النعمة والسلام والمحبة للجميع حلقة جديدة من برنامج انا مش كافر موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان ما هو او ما هي اوجه التشابه بين ابو بكر البغدادي زعيم داعش ونبي الاسلام هل تقدر تطلع او تحط قدامنا اوجه تشابه ما بين افعال زعيم داعش ابو بكر البغدادي ونبي الاسلام بحسب الشهادة اللي قدمتها زوجات او قدموها زوجات زعيم داعش ابو بكر البغدادي في اللقاءات اللي عملتها قناة العربية خدنا جزء في الحلقة السابقة لكن بنعمة الرب النهاردة نستكمل وندخل على ملف مهم جدا شايفين تشابه كبير جدا ما بين فعل وافعال زعيم داعش ابو بكر البغدادي وكل قادة داعش وكل قادة الجامعات الاسلامية او الاسلام السياسي ونبي الاسلام واحد يقول لي ازاي ومش ازاي ودول ناس خوارج وخارجين على الاسلام ولا يمثلون الاسلام ده كلامك انت مشاعرك انت شعورك انت فكرك انت لكن مش احكم على كلامك لكن خلي القتب وخلي المراجع وخلي السنة وخلي الشيوخ هما اللي يحكموا ان كان فيه اوجه تشابه ما بين زعيم داعش وافعاله وما بين نبي الاسلام ولا ده افطرق منا ولا ده نوع من التطاول منا او بنخترع او بنفتكس امور مش موجودة حقيقيا هنسيب الكتب هي اللي تحكم وفي نفس الوقت الارقام موجودة على الشاشة بنرحب بالجميع اهلا وسهلا بيك تقدر تدخل تتصل بينا ونحب نسمع رأيك نحب نسمع وجهة نظرك نحب نسمع كمان لو انت شايف ان الامور اللي احنا بنقولها امور مغلوطة غير صحيحة تقدر انت تصحح لنا الامور النهاردة الحلقة هتاخد اه شكل مختلف او اه سياق مختلف الجزء الاول من الحلقة فيه سؤالين وصلوا لي وحابب اني اه ابدأ بالاجابة عليهم السؤالين اه يخصوا الايمان المسيح ومهم جدا ان انا ابدأ بالاجابة عليهم سؤال بعت لي شخص يعني اه مش هقدر اقول اسمه على الهوى او صفته بالنسبة لي على الهوى لكن يعني اه للامانة اطرح انا وعدته ان احط الكلام او الفكرة اللي هو شاركني بيها وبيعتقد من خلالها انه او مضى من خلالها او اعلق على الفكرة دي ان الحمد لله على نعمة الاسلام وان نعمة الاسلام متوافقة مع العقل والمنطق وان الايمان المسيحي غير متوافق مع العقل والمنطق احط الكلام اللي هو كتبه تماما وانقله قدام حضراتكم وكما وعدته اقوم اقوم بالجواب على الفكرة دي السؤال التاني اطرح محمد ابو طالب في الحلقة والقيته كتبه على البث المباشر في الاسبوع الماضي وبيعتقد انه ده سؤال بلا اجابة وما فيش مسيحي يقدر يجاوب عليه برضو هحط المشاركة اللي كتبها محمد ابو طالب قدام حضراتكم على الهوى وبنعمة الرب هجاوب عليه اجابة قوية كتابية منطقية وحتى كمان من الجانب الاسلامي اللي هو بيؤمن به وعشان يكون دايما كل انسان بيشاهدنا عنده تساءل او سؤال بلا عذر لان الاجابة هتكون واضحة قدام الجميع في البداية خلونا نصلي خلونا نصلي لاجل الاحداث الحادثة في غزة ناس كتير جدا الاف الناس موجودين في رفح الامور صعبة صعبة من جاه كل شي حياتهم صعبة اكلوهم شربوهم طبعا دخليل على موسم هو شهر رمضان مع اختلاف الكامل تجاه هذا الشهر لكن كانسانيا الناس دي هتعيش ازاي هتعمل ايه هتتصرف بقى حياتها هكون ازاي لامور صعبة جدا خلونا نصلي ان الرب ينهي هذه الحرب وينهي ويعطي ويصنع ويكلل كل المجهودات بتقوم بيه بعض الدول انه يقدروا يعملوا هدنة او يصنعوا سلام ما بين اسرائيل وما بين الفلسطينيين وانه يقتنع او تقتنع قادة داعش ان هم يطلقوا الاسرة والمسبيين والناس اللي تعرضوا للخطف الابرياء العزل من عندهم عشان تتوقف الامور دي ويحل السلام في المنطقة يا الله مكتوب عنك انك انت الله الوحيد اللي ليس لك شريك ولا لك نظير يا سيدنا رب انت الاله الخالق العظيم المحب القادر القدوس الصالح يا رب القدير جايين قدامك يا رب كما هو مكتوب انك سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر جاينا نحط كل الامور من ايديك تلبطنا وصلاتنا يا رب انك تكلل كل مجهودات يا رب بتحاول تبزلها بعض الدول او بعض الشخصيات عشان يقدروا يا رب يكون فيه هدنا ما بين اسرائيل والفلسطينيين ولا سيما فتاع غزة والقائمين او المتحكمين في زمام الامور في قطاع غزة اعطي حكمة اعطي تعقل يا رب اعطي ان الناس تقتنع انه الموت والقتل مش هيجلب ابدا سلام لكن يا رب السلام الحقيقي لما الناس تحترم بعض لما الناس تقدر بعض لما الناس تحترم حقوق بعض يا رب بصلي انك تعطي قناعة للطرفين بصلي انه يتوقف الات الحرب والدمار والخراب وانه يا رب الاطفال الصغيرين والنساء والشيوخ العزة يا رب والناس القبار في السن اللي لا حول لهم ولا قوة واللي اتخذوا في الرجلين يا رب يشعروا بامان انك تحفظ الكل انك تعزي كل من فقد شخص عزيز على قلبه طفل او زوج او زوجة رحيم للكل الاله المحب لجميع بني البشر الاله الصالح للجميع ليس مشقتك يا رب ولا قصدك ابدا ان يفقون هناك اقتتال بين البشر لانه يا رب كما هو مكتوب ان ابليس هو وحده الذي هو من البد قتال للناس فقالة القتال والقتل يا رب ليست مقاصدك وليست شريعتك لكن القتل هو منهج ابليس باستمرار يا رب لانه حاشا رب انه انسان يعتقد انه بيقتل اخوه الانسان يا رب تكريما لك او اكراما لك او يعتقد ان ده شيء يا رب انت موافق عليه حاشا يا سيدنا رب فالاله المحب لا يمكن يكون هو الاله اللي بيؤمر بالقتل الاله المحب لا يمكن يكون هو الاله اللي بيعاد البشر الاله المحب لا يمكن يكون هو الاله اللي بيقفر البشر الاله المحب لا يمكن يكون هو والإله اللي عنده فئة من الناس وفئة تانية بينظل لهم على أنهم ضلين ومشركين وقفرة ومصيرهم جهنم أنت الإله المحب الذي تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون أنت الإله المحب المكتوب عنك يا رب لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة غرضك وقصدك ومشئتك خلاص كل إنسان خلاص كل نفس ولهذا الغرض يا رب أعلنت ذاتك لنا في المسيح الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو أعلن هو خبر هو كشف لنا عن قلب الله المحب من نحونا هو كشف لنا عن مقاصد الله من جهة البشرية هو أعلن لنا عن خطة الله لخلاص الإنسان أنا بشكرك يا رب لأنك الله محبة الله محبة الله ليس إله قتل ولا إله مضل ولا إله متكبر ولا إله ماكر ولا إله جبار لكن الله محبة أنا بشكرك يا رب لأنه مكتوب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية من أجل حياتنا الأبدية وضع المسيح نفسه لأجلنا ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباؤه بصلي يا رب نعمة لإخوات يا رب بصلي أنك تفتح الأزهان النهاردة وأنك تلمس كل قلب وترفع كل غشاوة وضعها إبليس على القلوب وبصلي يا رب أنك تسدد احتياج قناة القرمة من أجل استمرارية الرسالة والخدمة يا رب والهدف اللي احنا موجودين لأجله أن العالم يعرف محبة الله لهم من جهة يا رب من قبل عملك العمل والمسيح لأجلنا على الصليب في اسم يسوع نصلي يا أبانا نهدي لك كل إكرام وكل مجد إلى الأبد أمين أمين ذي ما قلت لحضراتكم أن الحلقة النهاردة هيكون لها اتجاه مختلف الاتجاه الأول هو الإجابة على سؤالين هعرض قدام حضراتكم بعد اللحظات السؤالين اللي وصلوا لينا من بعض الأشخاص معتقدين أنه الإيمان المسيحي إيمان يعني غير يعني متوافق مع المنطق والعقل هبدأ بالسؤال الأول اللي وصل لي وبعد كده هندخل في موضوع حلقتنا سؤال الأول اللي وصل ليه وصل ليه النهاردة صبح من شخص أنا وعدته أنه أجاوبه على السؤال ده يقول كده حاطة صورة لطفل واقف قدام تمثال للمسيح المصلوب وبيقول يقول أحدهم كنت أسير مع طفلي ومررنا بتمثال للمسيح قرب الكنيسة فسألني ابني من هذا يا بابا قلت له هذا ابن الله وهو إلهنا فقال لي لماذا هو مصلوب وعلى جسده الجروح ومنظره ضعيف لقد شفقت عليه فقلت له هو مصلوب لأجل المجرمين اسمعوا الكلمات عشان تعرفوا أنه دي قصة متفابركة كعادة شيوخ المسلمين في فابراكة القصة لما فيش واحد مسيحي أي استخدم العبارات دي خلينا نكمل الفكرة فقلت له هو مصلوب لأجل المجرمين الذين لا يؤمنون به فعلوا به هذا أو به هذا بصوا الصياغة عشان تعرفوا أن الصياغة دي صياغة إسلامية مش قصة حقيقة قصة متألفة فقال لي ولدي ولماذا لم يدافع أبوها عنه بصوا الصياغة كان فيه معرقة والأب بقى فيه موقف سلبي لا يدافع عن ابنه وكان فيه أب كبير وابن صغير وإله كبير وإله صغير شوفوا الصياغة الإسلامية فقال لي ولدي ولماذا لم يدافع أبوه عنه أو هو دافع عن نفسه كوني إلها قويا قلت له الإله اختار ذلك حتى يكفر عنا زنوبنا طبعا ما جاوبش لأن الصياغة الإسلامية لأنها حينما رضي بصلب ابنه كان صلبه فداء لنا وتكفيرا لزنوبنا فقال لي يا أبي هل ترضى أنت أن يصلبوني طبعا نقل عشان يتلاعب على المشاعر ويعمل لك افتراضية هي موجودة في عقله وده دليل على أن كاتب الافتراضية دي وكاتب القصة دي شخص اطلاقا لم يقرأ الإنجيل ولا يعرف ألباء في الإيمان المسيحي فقال لي يا أبي هل ترضى أنت أن يصلبوني وأتعذب من أجل أحد وأنت تقدر أن تدافع عني بصوصيغة قلت طبعا لا فقال ولدي كيف أرضى الله أن يفعل ذلك بابنه وهو القادر أن يغفر لنا زنوبنا من غير أن يعذب أو يعذب ابنه ويجعله زليلا منكسرا بين يد البشر طيب هو القادر ما غفر لكش لي يا مسلم وسايبك تصوم وتصلي وتعمل ويه في سورة مريم بعد كل ده وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا ويه بعد كل ده رسول الإسلام نفسه يقول كده إن لم يتغمدني الله برحمته لو الأمور سهلة ما غفرش لي يقول كده نكمل الحكاية هجاوب على كل نقاط إجابة قوية شاملة معتمدة على الكتاب المقدس على المنطق على الفكر الإسلامي يقول كده وهو القادر أن يغفر لنا زنوبنا من غير أن يعذب ابنه ويجعله زليلا منكسرا بين يد البشر كان هذا الحوار أول طريق هداية الوالد للإسلام طبعا دي افتكاسة واختراع من كاتب القصة لأن ما فيش واحد مسيحي هيقول الصياغة اللي موجودة جوه القصة المتألفة دي وطبعا اللي ألف القصة دي زي ما قلت بدون تكرار للكلام شخص لا يعرف شيء عن الإيمان المسيحي أسئلة الطفل بالفطرة دلت أو دلت الوالد على الحق طبعا ده كتابة الشخص المسلم كيف العقل بشري يرضى بهذه القناعة وكيف يؤمن بهذا فالحمد لله على فطرة الإسلام ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا برحمتك وادخلنا برحمتك الجنة مع عبادك الصلاحين ده الفكرة الأولى للسؤال وده الجزء الأول اللي هبدأ به بنعمة الرب حلقة اليوم هصيغ السؤال بشكل تاني كل الكلام ده ملوش لازمة لكن حليني أصيغ السؤال ده بشكل تاني واستازل المخرج إن هو ينقل قدام حضراتكم الباورد بوين لو ظهر قدامك لو كان يسوع هو الله لما استطاع البشر أن يقتله أنا صيغة السؤال بقى أصعبت أكتر للسائل فكيف يقدر البشر على قتل الله وإن كان المسيح هو ابن الله فلماذا طرق الله البشر يقتلون ابنه ولماذا لم يقم هو أو يقم هو بالدفاع عنه ده صحيح أنا قلت كده في الإجابة ده صحيح لو كان الأمر كما يتصوره السائل هي معرقة إنهزم فيها المسيح لكن طريقة السؤال يدل على إن السائل لا يعرف شيء عن الإيمان المسيحي ولا يعرف شيء عن طبيعة المسيح وهدف مجيئه فالمسيح جاء من أجل أن يضع نفسه نيابة عن البشر المسيح نفسه يلي اخترعت الحوار ده هو نفسه قال إيه المسيح نفسه مش بقى الأب والابن مسكين قدام الأب وكان الأب عاجز عن يحمي ابنه وكان الأبن الظهر كانه زليل مقصور مش قادر يدفع عن نفسه لا تعال بقى اسمع الإجابة مش على فمي على فم المسيح نفسه قال إيه المسيح اسمع يا سائل قال إيه المسيح وأنا بحترم سؤالك اسمع هو قال هذا ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه فهل تسموا التضحية شيء مهين هل عمل التضحية والبزل والفداء شيء مهين أجيبوني المسيح اللي أنت أظهرته في القصة المتفابركة المتألفة على أنه زليل مقصور بيدور عن مين يدفع عنه وكأنه وحيد على الصليب مش لاقي اللي يدفع عنه اسمع بقى هو من حدد اليوم والساعة والطريقة التي سوف يبدل نفسه بها هو من حدد اليوم والساعة والمناسبة والطريقة التي سوف يضع نفسه بها أو يضع نفسه من أجلنا وسوف يقدم نفسه كبديل وفادي لنفوسنا بها على الصليب مش هم أجبروه على كده ولا هم فرضوا عليه كده لا ده سبع مرات يسائل أرادوا أن يقتلوا المسيح لكن العنوان في الآيات السبع مرات دي يقول كده لأن ساعته لم تأتي بعد أرادوا أن يرجموه لكن لم يقدروا لأن المسيح محدد طريقة الصلاة أرادوا أن ينقوه من على الجبل لكن اكتاز يسوع من وسطهم ولم يقدروا لأن المسيح محدد الطريقة اللي هيضع نفسه بها والمسيح قال كده ليس أحد يأخذها مني اسمع يا سائل المسيحة ليه ليس أحد يأخذها مني أضعها أنا من ذاتي أضعها أنا من ذاتي عشان كده اسمع يا سائل على الصليب رغم قسوة الصليب ورغم كل ما حدث على الصليب ورغم اليوم الطويل اللي اكتاز فيه المسيح من ست محاكمات ثلاث محاكمات أمام مجمع السنهدريم وتلاث محاكمات محاكمة أمام بيلاتوس ثم محاكمة أمام هيرودوس ثم محاكمة أخرى فيها القرار الأخير أمام بيلاتوس ست محاكمات وابتدعت المحاكمات من الساعة ثلاثة مساء بعد منتصف الليل إلى وقت الصلب كل هذا الوقت والمسيح كان في هذا اليوم صهران الليل كله مضى الليل كله يصلي في بستان جسماني رغم كل ده ورغم كل ما حدث على الصليب لكن عندما أراد المسيح أن يضع نفسه قال آية جميلة اسمع يا سائل يا أبي في يدك أستودع روحي وقال إيه يا جماعة ثم نكس رأسه وأسلم الروح نكس رأسه وأسلم الروح مش أسلم الروح وبعد كده رأسه مالت لا نكس رأسه يعني أخذ وضعية النائم أخذ وضعية النائم وكلمة نكس رأسه هي نفس الكلمة في اليوناني ليس له أين أين يسند رأسه أين يسند رأسه يعني سند رأسه أخذ وضعية النائم ثم أسلم الروح في اليوناني أمرها أن تنصرف أمرها أن تنصرف في اللغة اليونانية أسلمه يعني بيسلم شيء أمرها أن تنصرف بيستودعها رغم كل ما حدث على الصليب ست ساعات هول الصليب لكن المسيح كان متحكم في زمام الأمور يقود الأمور لتتميم كل النبوات اللي سبق الكتاب وأعلن عنها عن صلب المسيح إذا مش معرقة ومسكين زليل ده متحكم في زمام الأمور سيد الموقف كان المسيح على الصليب هو سيد الموقف إلى درجة أن يكتب يحن اسمع اسمع يا سائل هذه الكلمات في إنجيل يحن ساحة 18 يقول كده وبعد كل هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل كل النبوات اللي ذكرت عنه تمت ولكي يتم المكتوب أو الكتاب قال أنا عطشان ليه لأن المسيح لأنه سيد الموقف على الصليب مش معركة من يتغلب سيد الموقف على الصليب رأى أن كل النبوات اللي سبق الأنبياء وتنبأوا بها من جهة موت المسيح الكفاري على الصليب تمت إلا نبوة واحدة اللي هي إيه أنا عطشان لكي يتم المكتوب قال أنا عطشان العقل ده والزاكرة والقوة سيد الموقف رغم هول الصليب ست ساعات ست ساعات على الصليب ست وجلب وضرب ومحاكمات وصهر وكل شيء ده صليب ومسامير ومسامير محفورة في اليد وفي القدمين رغم كل هذا المسيح سيد الموقف بكل زاكرة قوية بكل إدراق وواعي هو واعي على الصليب لكي يتم المكتوب قال أنا عطشان إذن الموضوع مش معركة كما تتصورها لو كان الأمر مجرد معركة انظر لقول المسيح أتظن وهو يوحاد يتحدث مع بيلاتوس أتظن إني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشاً من الملائكة فلو الموضوع معركة كان المسيح الإبن طلب من الآب أنه يقدم لي 12 جيش من الملائكة جيش من الملائكة يعني كل فرقة فيها فوق العشر تلاف وأكتر لكن الموضوع مش معركة كما يظن لفبرك الحكاية لكن ليه سؤال السائل أتمنى أن يفقر بينه وبين نفسه بهدوء بدون عصبية وبدون تحيز وبدون انحيازه الدين ماذا بقى لو كان الله نفسه قد أرسل ابنه من أجل فداء البشرية فهل هذا العمل يلام عليها الله هتقول لي هو يقدر آه قادر هتقول لي هو يقدر يغفر هقولك هيبقى فيه خلل في موازين العدل وحضرتك السائل رجل قضائي وأعرف أنك وصلت إلى أي مرتبة في السلك القضائي وتعرف أن العدل أساس الملك وكون القاضي لا تستطيع أن تخالف القانون فالله وضع قانون أجرة الخطيئة موت يعني الخطيئة تحدث انفصال روحي عن الله تحدث موت روحي عن الله والله 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 عنده العدل وعنده الرحمة ما فيه الصفات تتدخل مع بعض لإلا يبقى الله عنده خلل لما صفة تأم على صفة وزي ما بيقول عندك في الإسلام رحمته تصبخ غضبه هذا يصيب الله بكلل الله حاشة طبعا بشبه كأن قطف ماشى على قضبين القضبين دول لازم يكونوا متساويين متوازين تماما ليه لأن القضبين دول المتساويين المتوازين دماما بيعملوا بيعملوا سلامة مصار القطار على القضبين إذا انتقص أحد طرفي القضبين اللي ماشى عليهم القطار القطار يتقلب الله كلي الكمال الله كلي القدرة الله كلي العدل الله كلي الرحمة فما ينفعش ننزل منسوب عشان نقوم منسوب يحدث خلل الله مش متناقض مع نفسه وصفات الله مش صفات متناقضة مع نفسه لكن صفات الله صفات متكاملة تعمل معن بطريقة متوافقة متناغمة الرحمة والله كلي الرحمة يطلب الرحمة للإنسان الخاطئ لكن العدل والله كلي العدل يطلب العدل والقصاص للإنسان اللي تعدى على الله وأخطأ في حق الله الإنسان عندما أخطأ لم يخطأ في حق نفسه الإنسان عندما أخطأ أخطأ في حق الله والله غير محدود وأنت كقاضي وكرجل في سلك القضاء والأي شخص هناك فرق أن تقول كلمة مشينة في حق مواطن عادي وأن تقول نفس الكلمة في حق زابط شرطة وأن تقول نفس الكلمة في حق وزير وأن تقول نفس الكلمة في حق رئيس الوزراء وأن تقول نفس الكلمة في حق رئيس الجمهورية هناك فرق العقوبة تتغير ليه؟ لأن العقوبة تظهر من خلال طبيعة الشخص ومكانة الشخص وما يمثله الشخص الذي أخطأ في حقه فهناك فرق ما بين المواطن صحيح أن الجميع متساوين أمام القضاء لكن الرئيس لا يمثل نفسه لكن يمثل هيبة شعب فالخطأ في الرئيس العقابة تختلف فما بالك أخطأنا في حق الله عندما تعدينا وصية الله والله غير محدود ماذا يفعل الإنسان أمام الله الغير محدود الأعمال اللي ممكن يعملها ولو الله قادر بأستيكة يمسح ويقول أنا بأغفر لكم ما غفرش لي ورجع آدم الجنة ليه سابوا مطروض برة وما غفر لكش ليه ليه مطالبك أنك تكون مسلم إن الدين عند الله الإسلام وليه مطالبك أنك تصوم وليه مطالبك أنك تصلي ولو ما صلتش هتلاقي الطعبان مستنيك في القبر وهتلاقي العقاب فيما بعد وليه بيطالبك بالحج وليه بيطالبك بالصوم رمضان وليه بيطالبك بالزكاة وليه بيطالبك بالجهاد الفريدة المنقوسة أو الغائبة ليه 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 لو الأمر سهل وليه في ميزان وليه في ثواب وعقاب وليه في حسنات مش هو قادر يغفر ليه الموضوع ده كله ليه الحزبة دي كلها ده دليل على أن فيه موازين للعدل موازين العدل في الإيمان المسيحي يختلف عن موازين العدل اللي صممها القرآن والإسلام وحبكها بطريقة ماكرة وقدمها للإنسان ومع هذا في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذي نطقه طيب لو الأمور كده ليه كله داخل الجنة وقال ابن عباس قولته الشهيرة قال واردها ولم يقل صادرون عنها أو صاعدون منها وقال واردها ولم يقل مرون عليها فالورود يعني الدخول هل أي أب عندما يرسل ابنه للتضحية بنفسه عن الوطن هل يلام علي أم يفتخر بهذا هل صحابة نبي الإسلام عندما كانوا يذهبون للجهاد ويضحون بأنفسهم ويرسلون أولاده للتضحية بأنفسهم من أجل الجهاد أمر أنت تلومهم علي أم كانوا يفعلون هذا بشجاع وافتخار ولماذا لم يدافع الله عن نبيه عندما أصيب في أحد غزوة أحد ولماذا رغم أنه أرسل حسب سورة آل عمران سلاسة آلاف من الملائكة في غزوة بدر كان بيعملوا إيه وسب 14 مسلم يتقتل أجيبوني كان بيعملوا إيه الثلاث تلاف اللي حسب سورة آل عمران اللي كانوا موجودين في غزوة بدر يقول كده ولي قد نصركم الله ببدر النصرهم إزاي استقول للمؤمنين ألان يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذلين ثلاثة آلاف من الملائكة قدام ألف واحد من أهل قريش مع أن نبي الإسلام هو الغاز عليهم وما عنقذوش 14 واحد تقتلوا فين الكلام ده مع أن سورة الأنفال فتعارض مع سورة آل عمران وسورة الأنفال بيقول إيه بيقول كده إنهم مدهم بألف بألف من الملائكة سورة الأنفال 9 استغيثون ربكم فاستجاب لكم إني مددكم بألف من الملائكة بألف طب هما تلت تلاف والألف ده تناقض في القرآن مناش دعوة به وإيه رأيك في الأنفال 17 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت استرميت ولكن الله رمى يعني إلهك بيقتل وهي رأيك في سورة التوبة 111 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا طبعا ما فيش في التوراة والإنجيل ده هو بيلزق بس طيب ما رأيك في هذه الأمور فالله الموضوع مش موضوع معرقة وكأن المسيح محتاج لدفع عنه ده المسيح بنفسه جاء لأجل هذا الأمر يقول لي ما الله سهل أنه يغفر ما غفر لكش ليه وليه إله الإسلام بيقول لا ينجي العمل صاحبه إلا أن يتغمدنا الله برحمته يعني متشعلق في لحمة ربنا ما غفر لكش ليه وليه مطلوب منك تعمل وتعمل 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 وليه كان نبي الإسلام يستغفر الله سبعين مرة وفيه رواية مائة مرة ما غفر لكش ليه هو قادر يغفر بس فيه موازين اسمه موازين العدل عند الله عشان كده هل التضحية والبزل والفداء بالنفس من أجل قضية تستحق أمر تستحق أمر معيب ومرفوض وضعف فلماذا تقولون بأبي أنت وأمي يا رسول الله طب ما أنت بتضحي بنفسك انزل لقول الإنجيل الله محبته للبشر محبة غير مشروطة ومحبة غير محدودة لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل فالأب هو اللي بزل مش معرقة ومش قاعد حيران أدف عن ابن إزاي ده الأب اللي بزل والابن أطاع وأطاع باختياره وما أطاعش وهو مقهور وما أطاعش هو مقبور وما أطاعش هو غصبا عنه ده الإبن ده توافق ما بين مشيئة الآب والإب توافق تام ما بين مشيئة الآب والإب ليس انتقاص ولا ضع ولا إهانة لكنه توافق تام ما بين مشيئة الآب والإب الآب بزل ابنه والإبن يقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه فإذن الأمر يا عزيزي هو أعلان عن محبة الله الله لم يرسل ابنه الوحيد إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم مش جيدين ولا يقبر ولا جاي يعمل عضلات ويقول شوفوا أنا بنقذ نفسي إزاي ده جاي لأجل خلاص العالم يحنى ثلاثة سبعتاشر رمية خمسة ثمانية ولكن الله بيّن محبته لنا ما فيه أنا قارئ للأديان كنت مسلم صابق وقرأت ونعلم اليهودية لأن الكتاب المقدس بين أيدينا وقرأت في الهندسية وقرأت في الكونفوشيسية وقرأت في البوزية وقرأت في أديان مختلفة لا يوجد عقيدة أو دين وضعي أو ما يسمى بأديان سماوية فيها برهان عملي واضح ظهر دليل قوي جدا على محبة الله للبشر غير المسيحية في المسيحية فقط هذه الآية اللي قتبت في رمية خمسة ثمانية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطا مات المسيح لأجلنا هل لدي الصليب أظهر سلطان الله على كل الأحداث كانت أرادة يسوع أن يصلف في الفصح هو نفسه لأنه هو نفسه الفصح الذي ضح بنفسه وذبح من أجلنا فلو كان الأمر مجرد معرقة فكلمة من كانت هي التي أي كلمة كانت هي التي سيقول لها القدرة والنفاذ اليهود أرادوا صلب المسيح بعد الفصح لكن المسيح قبل الصلب الابن الإنسان الفصح بعد يومين وابن الإنسان سوف يسلم ليد البشر ويصلب ويقوم من الأموات إيه رأيك بها كلمة مين اللي تم السلطة اليهودية والرومانية اللي عايزين يصلوب المسيح بعد الفصح لو الموضوع معرقة ولا يسوع اللي انت شايفه وحيد مكسور مغلوب اللي قال لا أنا هتصلف في الفصح ليه لأنه الفصح الحقيقي والفصح يعني العبور من الضلمة للنور من الخطية والهلاك إلى النجاة والفداء كلمة مين اللي تمشي يا جماعة لكت كانت إرادة السلطة اليهودية صلب المسيح بعد الفصح خوفا من الشعب متى ستة وعشرين واحد وخمسة ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذ تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصل شوفوا يسلم مش يتاخد غزبا عنه يسلم في فعل إرادة هنا حين إذن اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمق ويقتلوه ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب متى ستة وعشرين من واحد وخمسة ماركوس أربعتاشر من واحد واثنين وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين وكانوا رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمقر ويقتلوه ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب يبقى إذن لو الموضوع بقى مؤامرة ومعارقة كان تم كلام المجمع السنهدريم أعلى محكمة محكمة العليا عند اليهود في ذلك الوقت وصلوا بالمسيح بعد الفصح لكن المسيح قال لا المسيح الفصح ما يتزبعش بعد الفصح ما يتصلبش بعد الفصح لكن المسيح الفصح يتصلب في الفصح ليه؟ لأنه هو الفصح وكلمة الفصح يا عزيزي يعني العبور العبور شفت بقى المعلومات العبور العبور من إيه؟ من العبودية لإبليس بأفقاره ودياناته وحيله وخدعه ومقره إلى النور العبودية من الخطيئة إلى الحرية العبودية من الهلاك إلى النجاة والحياة عشان كده عزيزي الموضوع مش معرقة سدقني ولا يعيني تصلب لأجل المجرمين ولا مش لا الموضوع أن هناك تضحية وفداء والتضحية دائما ما الناس يفتخرون بها والتضحية دائما ما تمدح وتكون ممدوحة ومحبوبة ومفضلة ويفتخر بيها الجميع لأن المسيح بنفسه ضحى لأجلنا هل يلام المسيح أن يضحي بنفسه لأجل خلاصنا بتقول في رسالة تانية أن المسيحية ليست متوافقة مع العقل والمنطق واحد هل الله محبة غير متوافقة مع العقل والمنطق اتنين هل الله أن يرسم خطة لخلاص الإنسان العاجز اللي مش قادر يعالج نفسه من الخطيئة وفساد الخطيئة منافي للعقل والمنطق ثلاثة هل إن المسيح يأتي ليكون هو المعلن عن الله ونرى محبة الله بطريقة عملية ونرى صلاح الله فيه ونرى قدرة الله فيه ونرى قوة الله فيه ونرى قداسة الله فيه منافي للعقل والمنطق هل أن المسيح يضحي بنفسه لأجل خلاصنا منافي للعقل والمنطق أم أن العقل والمنطق يقبل إله ماكر وخير الماكرين أجيبوني دي السؤال الأول السؤال الثاني محمد أبو طالب كتب تعليق هأرلكوا التعليق كما كتبوا بقولي قصة التجسد والإله الكامل وأيضا في نفس الوقت الإنسان الكامل تنسف نفسها بنفسها إذا كان المسيح إله إنسان كامل وهو يتألم ويفرح ويحزن ويأكل ويشرب ويخرج ما يأكل ويشربه وله قدرة وستطاع على الزواج والإعلاقة كمثل البشر فهل هناك ما يمنع ما يمنع يقصد يتزوج إلا يمنع كل ما سبقه ومنه الإخراج وهل هناك نص يذكر فيه أن المسيح لا يفعل ذلك يقصد الزواج يعني له قدرة على الزواج وهل هناك حجر على رغبة إلهكم وأنه لا يفعل أو لن يفعل أو يتنزى عن ذلك وهو قد فعل كل ما يفعله البشر وما هو أدنى من ذلك الزواج وكما إن له في جسده ومثل كل ما لهم في جسدهم فلماذا لا يفعل وإن كان يفعل فما المنع إذن من أن يتخذ صاحبه وأن يكون له منها ولد وولدين وتلاتة ويكون له صاحبه وغيره ومنها أولاد وغيره وغيره وما الضامن في الأصل أنه لم يولد بمثل هكذا أي كان له أب إله آخر متجسد أيضا وكذلك أم أم وصاحبه بشرية بنفس تلك الطريقة وبنفس المنطق طبعا كلام أنا للأسف أقول إيه يا أخي محمد كلام يخرج من شخص لا يفقه شيء عن الإيمان المسيحي يا عزيزي طبعا بقى كاتب قلوة الله أحد وكل الكلام اللي هو كاتب والحمد لله على نعمة الإسلام وكل الكلام اللي أنت يا عزيزي في حاجة أنت لازم تعرفها كويس جدا إيه الحاجة؟ أول حاجة يا عزيزي أن المسيح جاء من نسل غير آدم ليس كمثل آدم وليس كشبيه آدم وليس من صلب آدم وليس من ولد آدم لكن جاء من نسل غير آدم اسمع بقى في سفر التكوين 1 27 28 فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه الصورة الأدبية ذقرا وأنثى خلقهما وبرقهما الله وقال له اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واغضعوها وتصلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض الكلام ده المين يا أخ محمد أبو طالب للبشر للإنسان اللي هيجوا من سلسال ومن صلب آدم لكن المسيح بقى يا أخ محمد هل جاء من آدم قد بقى يا أخ محمد المسيح من هو في إنجيل لقاء صح 1 عدد 30-35 فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وأنت ستحبلين وتلدينا ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي أبي من جهة إيه؟ إنه مولود من العذراء مش من جهة صلب لا إنه مولود من العذراء والعذراء من صبط يهوزة أي من نسل داود ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يقول لملكه نهاية فقالت مريم كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا المسيح بقى جيه إزاي المسيح ليس مخلوق ولم يأتي من صلب آدم وليس مخلوق مثل آدم عشان تكون عنده شهوة وغريزة وكل اللفه والدوران اللي أنت بتعمله يا أخ محمد لكن كيف جاء المسيح العالمنا اسمع ما يا أخ محمد فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك المولود منك مولود وليس مخلوق يدعى ابن الله فكيف جاء المسيح يا أخ محمد هو يجاوب عن نفسه في عبرين عشر خمسة لذلك عند دخوله إلى العالم يعني كان له سابق وجود بس في لحظة في ملء الزبان دخل إلى العالم يقول زبيحة وقربان لم ترد ولكن هيأت لي جسد جسد تهيأ للمسيح يعني بقى المسيح إنسان كامل يعني روح ونفسه جسد دي عبارة إنسان كامل والجسد ده عبارة عن إيه يعني كل ما يحتاجه الجسد لاستمرارية الحياة إلى أن يذهب لتتميم العمل اللي جاء من أجله يقوم بي اللي هو يبقى الأكل والشرب والنوم لكن ما فيش آيات في الإنجيل اسمها فيها إخراض هات لآية من الإنجيل ما تخترعش أنت أنت ما تخترعش وتجود وتفترض وتجاوب على نفسه المسلمين بيعملوا حاجة اسمها بيعوا في مغلطة منطقية اسمها إيه الإفتراض المغلوط يعني يخلق إفتراض ويطرح عليه أسئلة ويجاوب ويحط الإجابة اللي هو عايزها ويقعد يلف ويدور عشان ينصل للاستنتاج اللي هو عايزه ده اللي وقع فيه الأخ محمد أبو طالب افتراض المسيح إنسان كامل إذن له أعضاء كاملة آه له أعضاء كاملة سان كامل يعني له أعضاء كاملة لكن أخذ المسيح لنفسه الجسد بشكل كامل نفس وروح وجسد وكل ما يحتاجه الجسد لأجل استمرار الحياة بس ما فيه الزواج وجنس وشهوة وغريزة ليه ليه أخ محمد لأنك كتب عنه القدوس يعني كلي القداسة ليه أخ محمد لأن الشهوة والغريزة موضوع بني آدم من أجل استمرار الحياة لكن المسيح لم يأتي من آدم لكن المسيح يقول عند دخوله إلى العالم هيأت ليه جسدا فجسد المسيح مشابه لنا في كل شي اشترك في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما لكن بلا غريزة ولا شهوة يا أخ محمد عشان كده يقول كده لكن هيأت ليه جسدا مش أي جسد فيه غريزة وشهوة خالي من الغريزة والشهوة هو مش جاي ينجب ويخلف ويجوز وتحطه للإفتراضات بتاعتك إفتراضاتك مغلوطة إفتراضاتك تعكس طريق تفكيرك الجسدية إفتراضاتك بتقول إنك عندك استنتاج عايز توصل لي مغلوط بديت الطريق غلط ووصلت للنهاية غلط في رسالة فيليبي إصاحة 2 عادة 6 يقول كده الذي كان في صورة الله لم يحسب خلصة لم يختلص يعني أن يكون معادلا لليه هو أصلا الله فلم يختلص هذا الأمر يا أخ محمد لكنه عمل إيه البسيح بقا؟ أخلى نفسه يعني أخلى نفسه قرر أن يحجب مجده لم يتنازل عن مجده لكن حجب مجده زي الملك اللي يمشي في الشارع عشان الناس تقبله بطريقة بسيطة يلبس زي الناس فكأنه حجب ملكه لكن لم يتنازل عن ملكه أخلى نفسه عمل إيه بقا؟ آخزا هو اللي أخد لنفسه صورة عبد يعني صورة إنسان صائرا في شبه الناس إنسان صورة إنسان إنسان حقيقي روح ونفسه جسد يأكل ويشرب يبكي ويفرح ويحزن كل ما في الإنسان بمشاعر الإنسانية لكن بلا غريزة بلا غريزة بلا غريزة عشان كده وزوج ده في الهيئة كإنسان هو جاي ليه بقى يا أخ محمد وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب المسيحي يا أخ محمد اسمه آدم التاني مش جاي من آدم هو نفسه اسمه آدم التاني على رأس خليقة جديدة كما إن آدم الأول كان على رأس خليقة ساقطة المسيح على رأس خليقة جديدة اسمع في كورنسوس الأولى صح 15 عدد 45 و 48 هكذا مكتوب أيضا صار آدم آدم بقى الأولاني الإنسان الأول نفسا حية وآدم الأخير اللي هو المسيح هو آدم لوحده هو الإنسان لوحده له طبيعة لوحدها مخلفة مشابهة لنا لكن له طبيعة ورسالة وهدف خاص به جاء لأجله روحا محييا هل الكلام ده عد عليك؟ لا أنت بتسأل من غير ما تقرأ لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني يقصد آدم بغرسته بشهوته برغباته وبعد ذلك الروحاني اللي هو المسيح والجسد الممجد اللي احنا هنقوم به من الأموات الإنسان الأول من الأرض طرابي عشان كلا فيه غريزة وشعوة ومحدودية الإنسان الثاني اسمع يا أخي محمد الرب من السماء قريت الأيات دي؟ أنا متأكد ولا عمرك شفتها كما هو الطرابي هكذا طرابيون أيضا وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا إيه رأيك بقى؟ طيب هجاوبك بقى الإجابة الأخيرة عشان ندخل لموضوعنا قرآنك يجاوب عنك إذا كان في اعتقادك أن المسيح مجرد إنسان ونبي عادي لماذا لم يتزوج في قرآنك؟ ولم ينجب مثل باقي الأنبياء والرسل اللي موجودين في قرآنك اسمع بقى قرآنك بيقول لي صورة مريم فاتخذت من دونيم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا لما الملك تمثل بشرا يعني ظهر في جسف بشري بشري حقيقي تنبيها يقول بقى ويجوز ويخلف ويعمل حمام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا زكيا يعني خالب من العيوب والأثام يا أخي محمد قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هيا ولنجعله آية ورحمة منه وكان أمرا مقديا يعني جاي بطريقة معجزية واللي جاي بطريقة معجزية يا أخي محمد مش جاي عشان يأكل ويشرب ويعمل الأمور اللي أنت كاتب عليها وبتقول عليها لا يا أخي محمد المسيح جاء لأجل رسالة في الآخر آية في يحنى أربعة وثلاثين لعدد أربعة وثلاثين في إنجل يحنى أصحة أربعة وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قالي يا معلم قل فقال لهم أن لي طعاما لأأكل لستم تعرفونه أنتم فقال التلاميذ بعضهم لبعض لعل أحد آتاه بشيء ليأكل فقال لهم يسوع اسمع بقى طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله إيه هو العمل ده الصليب مش جاي للجواز والخلفة والإنجاب اسمع متى تمانية عدد عشرين فقال له يسوع للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو قار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه يعني مش جاي للأمور اللي في دماغك في متى عشرين تمانية وعشرين كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليغدم بل ليغدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين إيه رأيك يوحنى عشر عشر ونختم بالجزئة دي الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك الأنبياء الكذبة وإنت عرفهم وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل يعني اللي في دماغك ده أمور مغلوطة لا تليق بالمسيح جاء المسيح من أجل الخلاص جاء المسيح من أجل رسالة محددة جاء المسيح من أجل هدف محدد ليس منصول بآدم لتكون فيه غريزة وشهوة مثال بقى بعيد عن المسيح الرهبان في الأديرة بشر عاديين وعندهم شهوة وغريزة بيقدروا ينتصروا عليها ومش بيتجوزوا إن كانوا دول بشر عاديين منتصرين على غريزتهم ومش بيتجوزوا فما بالك بالمسيح السماوي بولس إنسان عادي رسول عادي كان عنده شهوة وغريز قدر يتحكم فيها ويضبط نفسه ولم يتزود إن كان بولس الإنسان العادي لم يتزود وهو إنسان عادي استطاع أن يضبط نفسه وفيش افتراضات بقى ولم يتزود فما بالك بالمسيح السماوي آدم وحوى لما كانوا في الجنة في واحد بعث لي رد على لسان البابا شنودة لما تسأل نفس السؤال أنت سأل قال آدم وحنى وحوى لما كانوا في الجنة كانوا في طبيعة البراءة ولأنهم في طبيعة البراءة وفي الجنة لم يكن لديهم شهوات ولا غريزة كانوا عريانين لم يغجلوا لأن لم تكن لديهم نظرة شريرة ولا أفكار شريرة ولا مشاعر شريرة ولا غريزة تتحرك ولا شهوة تتحرك لكن لما حدث السقوط وخرجوا كانوا خجلانين لأنهم رأوا أنفسهم أنهم عريانين إيه رأيك؟ كانوا لما كانوا في الجنة ما كانش لديهم الغريزة والشهوة مع إنه كانوا عريانين ما كانش فيه ملابس في الجنة وقرآنك بيقول كده على فكرة بس ده مش موضوعنا دلوقتي فما بالك بالمسيح السماوي نضف فكرك قبل ما تسأل أنا عارف أنه طولت على حضراتكم في الإجابة على الأسئلة دي كلها لكن كان لازم أجاوب على الناس دي نبدأ بقى موضوعنا ونبدأ بالفيديو الأول على لسان زوجة زعيم داعش ونشوف هل الأفعال زعيم داعش تتوافق وتتشابه والهناك أوجه تشابه ما بين زعيم داعش ونبي الإسلام قبل معرض على حضراتكم الفيديو الأول هارض فيديو لمشيخة الأظهر عشان محدش يقولي داعش لا تماثل الإسلام رفضت تكفير داعش يعني اعتبرت داعش مسلمة نسمع الفيديو الأول السلام علي رسول الله نسمع في الجزء الأخير من فضيلة مولانا الشيخ محمد مهنة في التعقيب على اكتلمة الكفر والحكم على الإنسان بالعمل أنه كافر أو بالقوم وأن فتوى الأظهر الشريف وهذه المؤسسة الرسمية في أن داعش لا تصل إلى درجة التكفير لإقرارهم بالشهاد داعش لا تصل إلى درجة التكفير يعني داعش تمثل الإسلام لأنها لم تصل إلى درجة الخروج أو الاعتراض على نص قطيعي نص واضح في القرآن إذن مشيخة الأظهر تعترف أن داعش تمثل الإسلام نكمل الفيديو دا اللي هنتراحه بقى هل أعمال زعيم داعش مخالفة للقرآن والسنة؟ دا اللي هناخد لكن حبيت أعرض عليكم النقطة الأولى أن داعش تمثل الإسلام وداعش ليس كافرة وأن الأظهر امتنع عن تكفير داعش في الوقت اللي الأظهر نفسه قفر فراجفودة في الوقت اللي ناس من الأظهر نفسهم قفروا نجيب محفوظ ومنعوا رواية أولاد حارتنا في الوقت اللي الأظهر نفسه كان ضد ورفع قضايا ضد ناصر حامد أبو زيد ضد أفقاره واعتبروه كافر ناصر حامد أبو زيد واعتبروه كافر وحاولوا يفرقوا بينه وبين زوجته شمعنا على داعش؟ لأنهم عارفين أن أفعال داعش تمثل الإسلام ناخد الفيديو الأول ونمشي مع حضركم خطوة خطوة حول هل فعلياً أفعال داعش أو ما قامت به داعش لم يكن فعلاً مطابقاً للإسلام؟ نسمع الفيديو الأول الأخت أسماء محمد أو السيدة أسماء محمد زوجة أبو بكر البغدادي زعيم داعش المزيع بيسألها أنك كنت متهمة أنك بتعني في السبايا بصوا عبارة السبايا اللي هي تستخدمها اللي كانوا موجودين عند زوجك أبو بكر البغدادي وكان يمرس معهم الجنس فأنت كنت بتعني فيهم وبتعامليهم معاملة سيئة اسمعوا رد السيدة أسماء محمد زوجة أبو بكر البغدادي ونرجع بقى نشوف صحيح الدين بيقول إيه؟ أعرف في أحكام الشريعة وأن هذا الأمر أصلاح لا يجوز في الشريعة الإسلامية فأنا لا أقدم عن هذا الأمر وأنا متأكدة من نفسي والحمد لله يعني وأتمنى من كل من جاء وشافني من السبايا هل نكاح المذبية أمر منافي للشريعة الإسلامية؟ الإجابة كلامها غلط ولا تعرف حاجة؟ هنكمل بس وأرد لكم من الكتب ومن الشيوخ والبنات اليزيديات أن يتكلم بصراحة ويبعث في وسائل التواصل الاجتماعي إذا كنت فعلا فعلت هذا الشيء أنت كنت قد أعطيتي رأيك في الجزء الأول حول موضوع السبيل هل؟ لكن إذا أنت لم تكوني قد عاملتهم كما تقولين بشكل سيء لكنهم تموا عاملتهم بقسوة من قبل قيادات التنظيم أنا لا أستطيع أنكر هذا الأمر أنا مشاهد هذا الأمر طبعا لكن سمعت حالي حالي الناس كثيرين في هذا التنظيم سمع بهذا الأمر طبعا فيه أناس أعمل معاملة غير جيدة بسبب الجهل أكثر هؤلاء الناس اللي هم يدعونهم قيادات وأمراء هم لا يعرفوا الأبسط أحكام الشريعة الإسلامية حتى يعرفوا أحكام مثل هذا أمر مهم جدا في الشريعة الإسلامية وحكم السبيل في الشريعة الإسلامية أحكام اسمها أحكام معاملة السبيل ولا سيما النساء طيب هل أنت تفضلي تقول لنا أحكام الشريعة الإسلامية بتقول إيه على المسبيات لأنها فاجئك دلوقتي يا أخت أسماء وفاجئ كل مسلم بس نهدى أحكام خاصة به في فقه الإسلام لكن مع الأسف هؤلاء الناس لم يكون يعرفوا هذه الأحكام الفقهية لذلك عملوا البنات اليزيديات بهذا المعاملة الأنيف التي يخبرونا طيب ده الفيديو الأول ناخد فيديو تاني للنفس السيدة من نفس اللقاء ده اللقاء التاني اللي أقرأته القناة العربية في الأسبوع الماضي مختلف عن اللقاء الأول اللي أنا أخذت منه بعض المقاطع في الحلقة السابقة نسمع الفيديو يعني شكك في إسلام أبيك نعم أبو بكر البغدادي شكك في إسلام أبيها وشكك في إسلام أبو نفسه لكن خلونا بقى نرجع لي هل كما تدعي هذه السيدة أنه أبو بكر البغدادي وقادة داعش لم يكن لديهم أي فقه وأي معرفة بأحكام المسبية بصوا عبارة المسبية نفسها عبارة مشينة وعبارة صعبة المسبية دي ما اتخذتش من حرب يا أسماء محمد المسبية دي ده بنات أطفال صغار السن من الآزيديين في العراء اتهجموا على قراهم بدعوا أنهم قفروا وقفروهم والإسلام يكفر أي دين مخالف للإسلام والإسلام يكفر أي دين مخالف للإسلام وخطفوا البنات ومرسوا معهم الجنس واعتبروهم مسبيين ليه يا أخت أسماء لديكي في القرآن 23 آية تتحدث عن نكاح ملك اليمين لأي مسلم بقى بيتابعنا النهاردة ادخل قل لي إيه هو ملك إيه هي عبارة ملك اليمين ملك اليمين دي اللي هي الجارية اللي انت ورثتها أو العبد اللي انت ورثته أو الجارية أو العبد اللي انت اشتريته أو الجارية أو العبد اللي انت خدته من حرب التلاتة دول يطلق عليهم ملك يمين والقرآن يلي بتقولي ان احكام الشريعة مخلفة عن اللي عملوه لا القرآن يبيح للمسلم وط جنسيا المعاملة الجنسية مع ملك اليمين سواء كانت جارية مهداء زي ماريا القبطية لما كان محمد نبي الاسلام يطأها جنسيا بدون زواج سواء كان جارية مهداء او جارية موروثة او جارية مشترى بالمال او جارية مسبية من الحرب زي ما خد محمد ريحانة من الحرب ووطأها جنسيا وهي مسبية من الحرب ورفضت ان يتزوجها نبي الاسلام فما رأيك يا اخت اسماء بلاش دي حطها على جنب ما رأيك في نكاح نساء وطاس اللي نزلت فيهم آية قرآنية وصحابة محمد في الاول امتنعوا عن ممارسة الجنس ليه لانه ما كان بيعرفوا ازواج النساء اللي تثبت لكن نزل آية قرآنية بجواز نكاح سبايا وطاس ما رأيك في صورة النساء آية ثلاثة نسمع فيديو وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية قولها سبايا يعني نساء سبايا سبيت وقوله يوم أوطاس يعني يوم حنيب وأوطاس يقول إنه وعد فيدياء هواعز قريم من الطائف وهذه الغزوة تسمى غزوة هواعز الثقيف وتسمى غزوة الطائف وتسمى غزوة أوطاس وكلها لها مناسبة وقولها لهم أزواج فتحرجوا من المتحرج الصحابة الصحابة في غزوة هوازن أو أوطاس أو الطائف لها مسمعات مختلفة الغزوة دي سبوا نساء والنساء لهم أزواج يعني متجوزين متزوجين نساء متزوجات يا أسماء مش بنات مخطفات من الآزيديات بس ده نساء متزوجات فصحابة محمد تحرجوا يعني عيب عيب ندخل على نساء مسبيات من الحرب خدناهم من الحرب وأزواجهم بنعرفهم ولوهم أزواج عيب عيب نبي الإسلام قال لهم لا خد نصه قرآني هو النص القرآني النساء تلاتة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني المحصنات من النساء العاديين المؤمنات ما تجوش جنبهم لأنهم متزوجات لكن ما ملكت أيمانكم المحصنات اللي خدتوها من نساء وطاس ادخلوا عليهم جنسيا هو ده بقى دين شرع ربنا وتقول الشرع بيقول وأحكام الشريعة بتقول أحكام الشريعة لم تحترم مشاعر المرأة المتزوجة التي وقعت في الأسر فأعطى الرجل المسلم والقرآن أعطى للمسلم حق معاشرتها جنسيا وطي جنسي إيه الإله ده وإيه الدين ده أجيبون يا جماعة إيه الإله ده وإيه الدين ده نكمل وذلك لأنه لأن النساء إذا سبينا صرنا ملكا للمسلمين لكن هؤلاء المتزوجات يشكل على الإنسان كيف تحل له وهي متزوجة أيوة حلها نبيا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا والمراد والمحصنات هنا المتزوجات التي أحصلن بالأزواج إلا يعني لا فيهن متزوجات مع أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم إلا خدتوهم أيوة إلا ما ملكت أيمانهم السبايا السبايا هي دي بقى أحكام الشريعة اللي حضرتك بتفتخري بيها يا أخت أسماء طيب هل هناك كان هناك سبايا وبيع وشرة أيام نبي الإسلام ونبي الإسلام كان موافق على هذه الأمور نسمع الفيديو ده ثم قاله عن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيعه أيوة سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النساء وابن ماجه وابتار قطني كان بيبيعوا النساء لبعضهم البعض ده يستمتع بلجاريا دي شبع منها يبيعها الواحد تاني والنبي لا يرى حرد في ذلك وكان النبي يشاهد ذلك وكان النبي يملك لديه أربع جواري يطأهن جنسيا بدون زواج إيه رأيك بقا يعني اللي عمله أبو بكر البغدادي سبق نبي الإسلام وعمله كان لديه أزواج وكان لديه جواري يطأهن جنسيا دون زواج ويبيعوا يشتروا في الستات والنساء بيبيعوا يشتروا ويجي واحد يقول لك القرآن والإسلام حرر العبيد بأمرت إيه بأمرت إيه الإسلام حرر العبيد بأمرت إيه 23 آية ما ملكت أيمانكم بأمرت إيه بأمرت إنه أعطى للمسلم حق التمتع جنسيا تمتع جنسيا مع ملك اليمين نكمل وصحاحه بن حبان قال عن جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات العلاد السراري جمسرية وهي الأمة التي يطعها زوجها سيدها السرية أو الجارية أو الأمة هي الأمة التي يطعها جنسيا سيدها بدون زواج أبو بكر البغدادي عمل كده باعتراف كان عنده تسعة وعشرة نبي الإسلام عمل كده آه عمل كده إذن أوجه التشابه ما بين أبو بكر البغدادي ونبي الإسلام وطء المذبية جنسيا هل اختلف أبو بكر البغدادي أو هل اختلف اختلف قادة داعش عن نبي الإسلام في معاملة المذبية وطء المذبية جنسية الإجابة أو جهة التشابه بل بالعكد صاروا على نهج نبيهم نكمل قد تلد منه الجارية كما يظن البعض وفي الروايات أن ماريا القبطية وكانت جارية لنبي الإسلام يعاملها جنسيا طيب لو ما كانش ده الزنا جمعة تعريف الزنا ايه هو كل علاقة جنسية خارج دائرة الزواج تعريف الزنا هي كل علاقة جنسية خارج دائرة الزواج هل مرس نبي الإسلام علاقة جنسية خارج دائرة الزواج الإجابة نعم مع من؟ مع ريحانة بنت شمعون ومع ماريا القبطية ومع اتنين اخريات كان يمارس الجنس ويطمارية الجنس القبطية جنسيا خارج دائرة الزواج بمسمة نكاح ملك اليمين ده زنة ولا مش زنة احكموا بنفسكم ابراهيم وقال افريد ولكن جابر يقول امهات الاولاد اصرح بانها ام ولد وانهم كانوا يبيعونها والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا كانوا يبيعون النساء والنبي لا يرى بهذا بأسا طيب هل كان لدى نبي الاسلام جواريا هن جنسيا اللي جابة نعم ماريس معنا نسمع من شيخ تاني توثيق اكتر نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج احدى عشرة امرأة تزوج احدى عشرة امرأة ماتت اثنتان منهن في حياته خديجة وزينب بنت خزيبة التي مر معنا انه كان يقال لها ام المساكي فخديجة وفيت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد تزوج عليها اي انه لم يجتمع صلى الله عليه وسلم مع امرأة غير خديجة في زمن خديجة تحت سقف واحد ليه بقى لم يجتمع ليه لم يجتمع نبي الاسلام مع امرأة اخرى في حياة خديجة للسبب خديجة كبيرة عنه في السن متحكمة فيه عارفين فيرم بتاع يحيا حقي وتحية قريوكا وشكري صرحان جبروت امرأة تقريبا لا بعرفش الناس الاسم دلوقتي قصة الفيلم دي بتحكي عن قصة زواج خديجة مع نبيه الاسلام شافت فيه يعني متأسف شباب امرأة شباب امرأة هو نفس القصة بالظبط عشانك لما كانش يقدر يتزوج تصرف عليه شغال من تجارتها الاجابة التانية لان الزواج كان زواجا نصرانيا ابيونيا لان خديجة كانت على دين النصرانية الابيونية كما الحال لو ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة كان على دين النصرانية الابيونية ونبيه الاسلام نفسه وانا عملت حلقات واعمل حلقة تاني كان على دين النصرانية الابيونية ودين النصرانية الابيونية يشرع زوجة واحدة فلماذا لم يتزوج على خديجة في حياتها الإجابة خيف منها شباب امرأة والنقطة التانية لأنها كانت على دين النصرانية الأبيونية ماتت خديجة ورح ورقة وتحول نبي الإسلام من النصرانية الأبيونية إلى مدعي دين وفتح الباب ما سبش فكان عنده 11 واحدة نكمل الفيديو من زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بقي من أمهات المؤمنين تسع فمات صلى الله عليه وسلم عن تسع لكن إحداهن وهي سودة بنت زمعة كانت قد وهبت ليلتها لعائش مع بقائها أم للأمينين سودة بنت زمعة محمد كان يطلقها نبي الإسلام الحنون اللي بيكرم المرأة اللي قاي يكرم المرأة كان يطلق لها كبيرة في السرن خلاص بقا ما عادتش تنفع للفراش كانت كان يطلق قالت له اسمعي يا رسول الله ما تطلقنيش خليني أروح اللي فين أكل منين وأشرب منين خليني وهب ليلتي لعائشة فوافق نبي الإسلام أن يترك سودة على أن يهب ليلتها لعائشة فكانت عائشة تفتخر أنها لها ليلتين ليلتها الأصلية الليلة عمدة وليلة سودة بنت زمعة ودى نبي الإسلام زوجة بالنبي عليه الصلاة والسلام فمن هنا يمكن أن نحرر المسألة فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج إحدى عشر امرأة ومات عن تسع وكان يقسم قبل أن يموت بثمان وكان يقسم قبل أن يموت بثمان زوجات من من زوجات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين هذا إجمع نفيء الآن للتفسير أو قبل أن نأتي للتفسير النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له أو تصرى جاريتين على سر تصرى يعني مارسة جنسية مارية وأهداها إليه المقوقس مارية في مصر وهي الذي تصراها وأنجب منها إبراهيم وعاش قرابة سنتين أو ثمانية عشر شهر ثم إنه مالج فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحديث الشهير وإنا على فراطك يا إبراهيم لمحزنون وجارية أخرى يقال لها ريحانة بنت زيد وهي جارية يهودية بل النظير يعني نبي الإسلام مات على تسعة كان عنده أحداشر مات على تسعة وحسب صالح المغامس كان عنده جاريتين لكن لا في القتب نبي الإسلام كان عنده أربع جواري وما ماتش على تسعة لأنه كان عنده تلاتاشر مش حداشر مات على حداشر نسمع الشيخ ده ملك اليمين ليس له عدد معين يعني مفتوح الباب قادر تجيب هات زي ما انت عايز من زيد بن عم رضي الله عنه كان من سمي بلد من قليل كان من سمي بلد من قليل فأسلمت وتسر بها رسول الله صلى الله وسلمت بمحرم سنة سبت وتوفيت بعد مرجعي من مجل ودع ساة عشر من الإجراء رضي الله عنه ثانيا مليك الطياء في مصرية رضي الله عنه أدى إلى المقوض صاحب أسكندرية فأسلمت وتصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبب ولد رضي الله عليه السلام ودو فيها ست عشر من حجرة وكلا منها ملاي أيضا جاري أصالها نبيه صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله في أحد الغزوات وجرين أهدتها له زينب بنت يعني ريحانة بنت شمعون أو بنت زيد ماريا القبطية واحدة تانية أصابها من أحد الغزوات واحدة أهدتها لو زينب بنت جعش يعني أربع جوان حمد أبو طالب يقول ملك اليمين عن زواج طيب ليه تسمى ملك اليمين طالما زواج وليه تسمى أن ملك اليمين مفتوح طالما زواج وليه ملك اليمين ما دخلش ضمن تعداد الأربع زوجات يا رجل أنت بتجذبه 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 لأن ملك اليمين ملك اليمين ملك اليمين علاقة جنسية خارج دائرة الزواج ملك اليمين يعني المهداء زي ماريا القبطية قال لي أخي محمد أبو طالب ياللي عملت تكتب تعليقات وانت مش فهم حاجة تقدر تثبت على الهوى وأنا بقولك على الهوى هو ادخل التصل أن ماريا القبطية كانت زوجة لنبي الإسلام أم جارية يطاقها نبيك جنسيا كملك اليمين وريحانة بنت شامعون هل تقدر تثبت على الهوى هل كانت زوجة لنبيك أم يطاقها جنسيا كملك اليمين ملك اليمين ليس زواج ملك اليمين ليس زواج ملك اليمين نكاح جنسي جنسي خارج دقرة الزواج هو أنتو بتنقش بيقول محمد أبو طالب أن أبو بك عمر بن الخطاب منع منع ملك اليمين ده بقى خد المفاجأة عمر بن الخطاب كان بيشغل عنده الجواري والإماء وهم ما تشوف الصدر يمشوا يتهزوا بصدوره هنا حب أعرض لك ده وقدم لك الدليل عند الأدلة بس هنكمل موضوع حلقتنا فإذن يا عزيزي ملك اليمين ليس كما تظن هاخد فيديو للحويني بيقول إيه عن أي معرضة المعارف فيها غالب ومهلوب إحنا إذا غلبنا ودخلنا على عدونا الكافر إذا إحنا غلبنا شيء طبيعي هنفرض أحكام الإسلام أيوة أحكام الإسلام يا أخت أسماء أيوة أحكام الإسلام بتقول أن كل الناس الموجودين في البلد أصبحوا غنائمة وسبايا أيوة 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 أطفال أموال دور شقول مزارع كل دي بقت ملك الدولة السماية طيب الناس السماية دول مصرهم إيه في الشر مصرهم إيه مصرهم إنهم كغناء يوزعوا على المجاهدين ونازل قانون كما في الحديث أن من لم يحضر الغزوة لا نصيب له في الغنيمة معروف كثير ما اختارش الجهاد الغزوة هلش نصيب تبكلم طبعا دخلت على بلد وإعدادها مثلا نصف مليون نعمل إيه في النصف مليون دول قال لك المجاهدين نشوف عددهم كان مئة ألف ها خلاص يبقى كل واحدة وخمسة كل واحدة وخمسة المسألة هتتنوع ها ها هتتنظر رجالة من ستات وعين أو العكس ها محا إيه رأيكم في اللي بيقولوا الحويني هذه أفعال الدولة الإسلامية نشوف الدكتورة سعاد صالح أيوة ملك اليمين كان نظاماً اسمع يا أخي محمد نظام قبل الإسلام آه في كل الأمم كل الدول فيش الجاهلين عشان تحلل الإسلام بتبرر كان أي حد يتاجر يتاجر في الحرة أو في الحرة ويبيع فيه أنا بنسميه بايع الأحرار زي ما بيحدث الآن اللي هو بايع الأعضاء والأحرار نفسهم وكلام بالده لكن لما الإسلام جيب نظمه نظمه بإيه؟ أني لا يكون إلا عن طريق الحرب المشروعة بين المسلمين وبين أعدائهم يعني لو إحنا حربنا إسرائيل وإسرائيل جي مختصبة بالأرض بل ومعتدية على البشر وعلى العقيدة وطبعا إحنا بنتكلم عن المستحيل يعني المستحيل أن إحنا حيجي اليوم إن نحرب فيه إسرائيل ولو إن صورة الإسراء مبشرة كده يعني وليس مستحيل على الله سبحانه وتعالى فأصل الحرب من النساء أسمع هم ملك اليمني أسمع بمعنى إن عشان أذنهم أيوة أسمع بيصبحوا ملكا للقائد أو للجيش أو للمسلم يستمتع بيهم أسمع يستمتع بي زوجات يستمتع بيهم جنسيا كما يستمتع بي زوجات هذا هو ملك اليمين فما تجيش النهاردة تقول لي ملك اليمين يعني زواج طبعا محمد أبو طالب عمال يجاهد على الفيسبوك ما عندوش القدر أن يدخل يتصل وعمال يجيب من الشرق الغرب ويكلم لكن يا جماعة هذا هو ملك اليمين اسمعوا الشعراء وبيقول ليه إن كانت ستة بقعة في البيت وبعدين تشوف الزوج تشوف رب البيت أو السيد بتاعها وهي بيته وبنته اللي متجوزة ويهوزه وعملين يعني ويبعض كده وهي أعلى بقى كده يوم ربنا يبيح لسيدها أن يواجحها ليه لأن لما السيد يواجحها فهم لا تجد لربة البيت مزيئة عليها الخدامة وهي قاعدة في البيت قاعدة تشوف العلاقة ما بين الزوج والزوجة فبالتالي ربنا أباح للسيد أنه يباشرها جنسيا عشان سيدتها أو سيدتها لا تفتخر عليها فبالتالي يتساوه مع بعض في العلاقة الجنسية شفته الشعراء وبيقول لي يا جماعة حل القضية إزاي نشوف الشيخ تاني بيقول إيه شرق آسيا ليه مع قائد غير اليهودية وغير المسيحية وغير الإسلام بيغروجوا للخدمة بيروا أن الخادمة المحظية عند سيدها وبتبقى خاصة به هو تبقى أفضل من الغد بتقوله أنا ملك اللاك أيوة ملك اليمين هو يبقى مفيش هين غصب يبقى مهيش مشاعر للناس يبقى زوجة ده مش عرام ده من ضمن الأربعة برضا بات السوائل لا غير الأربعة لا مش عقد خائم مفيش عقد لا يستعرف العالي في القرآن أو ما ملكت أي ملكم مين هيقفل عديد لا صحابة يملك يقفلها ولا فقيه يملك يقفل هننكروا ليه مدام موجود ملك اليمين فضيحة موجودة في الإسلام ملك اليمين فضيحة موجودة في الإسلام أنا التمس العذر للي عملين يجاهدوا ويجتموا على الفيسبوك عسام الدين محمد أبو طالب لأنه ليس لديهم القدرة أن يدخلوا جاوبهم طبعا واحد كاتب لي سليمان كان لي سليمان ما بنقولش عليه خاتم الأنبياء ولا خاتم الرسل ولا أعظم الأنبياء لأنه عليه الملك هو نفسه اعترف أنه أخطأ بمثل هذه التصرفات الكتاب غلطه لكن أنت شغل تبريل لنبيك النقطة الأولى اللي نقشناها النهاردة وهنكمل في حلقات فيما بعد الأسبوع القادم وما بعده أوجه التشابه ما بين أبو بكر البغدادي زعيم داعش ونبي الإسلام أتشبأت الوجه الأول في التشابه أنه كان ينجح السبايا لسباهم وأخذهم البنات الصغيرات من سبايا الأيزيديين بدون عقد زواج كما كان يفعل نبي الإسلام وصحابة نبي الإسلام تحت مسمى نكاح المذبية وتحت مسمى نكاح ملك اليمين جاهدوا بقى على الفيسبوك إذا ما أنت عايزين اكتبوا وتقول لي العالم الفلاني قال والعالم الفلاني قال والعالم جاهدوا بجهاد العربي واختراعاتكم وتألفكم للقصص وكتابة أسماء أنتم ما تعرفوش عنها حاجة المهم تقدر جاوبه لي نبيا كان يبيح نكاح ملك اليمين ما حدش هيقدر يجاوب وهل نكاح ملك اليمين مش دا زنا لأنه خارج دائرة الزواج ما حدش هيقدر يجاوب وهناك المزيد وهناك المزيد إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بنعمة الرب وهناك المزيد من أوجه التشابه ما بين أبو بكر البغدادي ونبي الإسلام أعتذر أنا عارف كان فيه تلفونات كتير جدا لكن أنا أرد أن الحلقة تكون بدون تلفونات عشان نقدم فكرة يقدر المشاهد يستوعب ويفهم ربما الأسبوع القادم يقدر يلاقي نوع من التبرير يدخل يقول لنا نوع من التجميل نوع من الدفاع لو يقدر يمتلك أنه يدافع ويدخل يقول لنا أو يجاوب على أسئلتنا نلتقي بكم بنعمة الرب الأسبوع القادم ونترككم في رعاية الرب الإله القدير والرب معكم أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لأنا مخذوع أو بخرف أبداً ولا عقلي سافر سافر إذا واحد إيماني واحد وملوشي تاني حبني ومت على شأني مش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير أنا حشرح لك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا مش كافر سافر موسيقى 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 موسيقى